قادة محكمة جنيات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية يوم الأربع بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في القضية المعروفة إعلامياً بعروس المحلة رقم 828 لسنة 2024 جنيات قسم ثاني المحلة والمقيدة برقم 38 لسنة 2024 كل شرق طنطة بالحبس عمين حيث جاء في قرار إحالة المتهم بقتل زوجته عروس المحلة لمحكمة الجنيات إن المتهم قتل المجني عليها وتدعى روان محمد عبد السلام زوجته عمداً دون قصد أو صبق إصرار بأن تعد عليها طعناً بسلاح أبيض سكين قاصداً قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي قودت بحياتها على الفور تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغاً من العميد مأمور قسم ثاني المحلة بورود بلاغ بالعصور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 عام ترتدي كامل ملابسها ومسجها على ظهرها وبها طعن نافذة بالبطن وممسكة بيدها سلاح أبيض سكين وعليه أصار دماء على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائلة قسم ثاني المحلة وتبين إن الجثة لسيدة تضع روان محمد عبد السلام رب تمنزل وتبلغ من العمر 22 عام وإن وراء ارتكاب الوقاع زوج المجني عليها وتم القبض عليه والتحفظ على سلاح الجريمة حيث اعتراف المتهم بارتكاب الوقاع بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها وتم إحالة المتهم إلى نيابة العامة التي أمرت بحبسه عدة مرات وتحويله إلى محكمة الجنايات جاء الحكم بناء على تنازل شقيق الضحية عن القضية بحكم إن الوريس الشرعي لها بعد وفاة والدها حزنا عليها حيث تم الصلح بين المتهم وشقيق الضحية ترجمة نانسي قنقر